السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب يكونوا كلكم بخير اهلا بيكم معي في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل اعادة تدوير للكارتون اه او علب الحليب مثلا زي دي او غيرها اه اي اي كارتون موجود عندك هننظم بالدولاب بتاعنا قلت لحقكم بقى قبل ما تنزله الشتوي هنعمل منه كزا فكرة مش فكرة واحدة يا رب الافكار النهاردة تعجبكم طبعا ما تنسوش بقى لايك على الفيديو واشتركي كمان في القناة ويلا بينا نخش على اول فكرة دلوقتي هبتدي ان انا اجيب الكارتون بتاعي كده وهبتدي ان انا اقصه اه بالنص يعني انا عايزة من الوحدة تبقى اتنين يعني انا الوحدة هفكها الاتنين طبعا انا همقطع بقى كمية قبل ما هبتدي ومجهزة اه كده معي هو زي ما انتو شايفين كمية هبتدي ان انا حطهم عكس بعض شايفين الجزء ده والجزء ده علشان بس ايه ما تبقاش متنية معي ولا يحصل لها حاجة طبعا مع الاستخدام تبقى متينة معي كويس يعني واحدة يمين كده واحدة شمال لو عند الكارتون مسلا شبسي او اي حاجة تقدر تعمل بنفس الطريقة قطعين وسطين وتحطيهم برضو عكس بعض عشان يبقوا متماسكين معاكي بعد كده هجيب ده سلوطيب سلوطيب عريض وهبتدي ان انا بقى همسكهم كلهم في بعض دول حوالي ستة عشان تبقى الكارتون يعني تبقى متينة معي وتخينة كده استحمل معي انا هعمل منها زي رف رف داخلي جوة الدولاب آآ يعني هنستغل المساحة اللي تبقى فاضية في الدولاب هنعمل الرف الداخلي ده بطريقتين او بفكرتين مش بفكرة واحدة وتقطري طبعا تنقي منها وبقى اللي انت هي حباة آآ واللي هيتناسب مع معاك يعني آآ دلوقتي هبتدي ان انا احزن بقى كده للحبة اللي معايا دول الستة كاراتين دول بشكل ده كويس جدا يعني عايزك يعني تلف فيهم بقى كويس قوي قوي بالسلوطيب آآ من كل الاتجاهات عشان تبقى متمسكة معاك كويس بعد ما لفيت الكارتون بتاعي كده كله معي هنا ستيكر آآ ستيكر طبعا طبخ يعني طبعا نقي الشكل اللي انت عايزي وهبتدي ان انا الزعه على الكارتون ده كده شكل الكارتون بعد ما لزقت عليه الستيكر جبت معي هنا اربع من الرول آآ الرولات بقى مسلا بتاعة آآ الستيكر ده بتبقى رفاعة كده او الرولات بتاعة اللي هو الورق الفويل يعني اي الرولات زي كده وبرضو غلفتها بالستيكر آآ نفس اللون بعد كده اطعطها من فوق آآ بشكل يعني شكل علامة زائد كده آآ او اربع اجزاء بالمقص طبعا يعني اجزاء متساوية علشان ده طبعا هيخليها تتمسك كويس على الرف بتاعنا اللي احنا عملناه آآ مش المجرد انتي تلزقيها يعني كده وخلاص لما ما نفوقها كده الاربع اجزاء ده هيخليها متماسكة معنا كويس هنبسي لكم بقى او مسدس الشمع وهيبتدي ان انا آآ آآ الزقهم واثبتهم حلوة قوي وما سيبش اي فراغات طبعا هبرضو هغطي الشكل بتاعه من تحت آآ الورق ده اللي هو الابيض ده ده اللازق اصلا اللي كان لازق في الستيكر آآ هنستخدمه ان احنا آآ نغطي به الورق بيبقى آآ متمسك بيبقى عامل زي ورق الزبدة كده كمان واجمع شوية هو فيه مطابع حبيبتي يعني ايه اللي قلتلي على الموضوع ده آآ وانا جربته بصراحة حلو جدا يعني كده انا خلصت المنظم بتاعي بقى شبيه كده بكرسي صغير او تربيزة صغيرة شوفوا بقى انا عملته وحطيته ازاي في الدولاب آآ رتبت بليه الهدوم يعني الجزء اللي تحت ده اصلا كنت علبة ومرصة فيها الهدوم الجزء اللي فوقي ده بقى اللي احنا نسا عاملينه عامل زي تربيزة صغيرة كده فوقيه بقى ممكن تحطي هدوم تحطي آآ علب يعني ده اللي كنت منظم اللي عاملها معك وقبل كده وكده نبقى استغلين المساحة اللي تبقى موجودة وفاضية في الدولاب من فوق في الرف من فوق يقفين مساحة فاضية كتير آآ اما اللي اللي نحطوه ده ده كمنظم آآ من آآ يعني ده عاملية منظم من الغطاع البتشوز آآ آآ لزقاء عفل خشب اللزق اللي هو هو وبكده طبعا تبقي استغلاتي الرف بتاعك من فوق الجزء الفاضي ده آآ ما سبتهوش فاضي حطتي عليه اي حاجة بحيس يبقى الرف بتاعك مترتب ومتنظم كويس جدا الفكرة التانية اللي معانا بقى هنستخدم فيها برضو علام الحليب اي اي علام موجودة عندك آآ بس الفكرة في آآ في المنظم ده ان هو هيبقى لو وليكن مسلا انه مقطع من حيطة مش شكله يعني مش جايع انه هو يبقى منظم آآ في حيطة فيه مفكوكة الكارتون نفسه آآ مقطوع او يعني زي اعارفين يعني اللي هو يكون مسلا ايه آآ مش متساوي اوي يعني. واحنا هنزبطه هندري ومش هيبقى خالص انه هو في اي حاجة مقطوع آآ زي ما انت شايفين كده انا حاولت ان انا ايه آآ يعني اخد مساحة اللي انا محتاجاها. عندي طبعا جزء فاضي كده خالص طبعا انا هعمل في ايه جبت قطعة كارتونة تانية. وابتديت ان انا زي ما تقول بوصل مسلا آآ وهحط هضيف بقى القطعة اللي هي مطرح الحتة الفاضية دي يعني هضيف القطعة اللي معي الكارتونة دي اللي انا طبعا استمقاس بتاعها. وهبتدي انا حطها من النحيتين. لان الكارتون اللبن بيبقى او علب بتاعت اللبن بتبقى فيها جزء فراغ كده من الجنبين ما بتبقاش وصل حد الاخر. وكده يعتبر العلبة او المنظم المعاي ده شكله بتدى يبقى جاهز كده شوية. بس طبعا نقص ان احنا نزينه. آآ فاضل آآ يعني هزينه معاكم بطريقة بسيطة جدا ده الورق آآ ورق ابيض عادي خالص. اللي هو بتاع الطباعة. تمام? هبتدي ان انا معي بقى هنا غير مخفف بالمية وهبتدي ان انا حط بقى كده جوا الكارتونة وااخد المقاس بتاع الورق. يعني مش هكلفك ولا قماش ولا حاجة مع انه ممكن يتعامل عادي بقماش. هيبقى سهل برضو قوي. آآ هتعمليه بنفس الطريقة آآ غيره. خشب مخفف بشوية مية. يعني خليه خفيف ما تخليهش تقيل. وهتبتدي ان انت تحطي حتى لو يعني استخدمتي قماش استخدمتي ورق زي ما انا مستخدمه كده. نفس الفكرة هتبقى يعني هتبقى برضو بنفس الغيره. تمام كده? هبتدي ان انا بقى احط الورق ده كده وهاخد من الجناب وقص الزيادة دي على برا. انا اسفل هو مسرعة قوي. آآ الفيديو بس يعني بحس كده ان انتم مركزين معي اكتر ما بيبقاش في بطء وفي ملل. لان كان في حد اشتكى يعني الفيديو سريع قوي وانا مش مش ملاحق. فمش عارفة آآ انا خليه سريع كده احسن ولا من خليه بالسرعة بتاعته العادية يعني. بس كده عشان انا شايف يعني الخطوات سهلة وبسيطة. عشان كده سرعته معكم. طبعا بنسيب بقى الكارتون بتاعنا ينشف شوية بعد الغيرة بعد ما حطينا الغيرة هتلاقي من جوه بقى جامد وبقى همتمسك وطبعا ادينا له طبقة شكلها حلو يعني اللون الابيض آآ اللي هو الورقة اللي احنا حطناه. وطبعا الورقة اللي انا طلعته على برا لزقته برضو بالغيرة. معي هنا بقى ده مفرش آآ عارفين مفرش اللي هو بيبايع بتاع الادراج يعني بتحطي في المطابخ وكده. حسيت شكله حلو وعليه رسمات حلوة وكده فبصراحة جبته قلت عامل بيه منظمات دي. هنستخدم برضو الغيرة وهبتزي ان انا انزق برضو المفرش كده عليه. ما استخدمتش المصدس الشمع بقى. علشان آآ المفرش ده بيتلسع من المصدس الشمع بيتحرق. عشان كده استخدمت الغيرة. بس في غلطة صغيرة كده نغلطتها. بس طبعا هقول لكم عليه عشان تاخدوا بالك انتم منها. آآ مفروض ان انا كنت اكمل بقى بالورق الابيض ده من برا علشان العلبة يبقى ما تبقاش مدية ضل كده ازرق. زي ما العلبة اساسا لونها جامع. آآ يعني يباين شوية الكتابة والحاجة المكتوب عليها. فمفروض ان انتم كنت تحطوا برضو ورق. او لما تستخدم القماش او اي حاجة يعني مهم بالداري الكلام والكتابة. آآ او حتى لو يعني لو مفرش بتاعك اصلا غامق. فخلاص ما يجراش حاجة. طبعا بقى المشابك اللي انا مستخدمها دي بتساعدني. بتمسك معايا كده وبنسيبها فيها لحد ما ينشف. يعني كده شايفين ده شكله النهائي. هسيبه بقى شوية لحد ما ينشف كده وبقى كده وره رقوعنا نحطاه في الدولاب. الفكرة اللي معايا بعد كده دي بقى زي ما انتم شايفين كده دي عملنا رف داخلي. عملتها آآ ده كرتون. نفس الفكرة الاولانية بس من الرجول اللي هي الرولات. آآ كرتون آآ غلفته. وبعدين حطيت مواسير مسبتها جوة آآ الرف نفسه. بصراحة دي مش مواسير لانا شاريها مخصوص يعني. آآ دي اصلا كانت موجودة عندي في سرير اطفال قديم. لكن طبعا البديل عنه يعني مواسير تشتريها بتاعت ستاير. فلو حابة تعمل الفكرة دي انك طبعا بتاخدي مقاس عرض الدولاب بتاعك. وبتشتري مواسير تكون آآ من عندي طبعا الرجل بتاع الستاير وبتسبتيها جوة الدولاب كده. دعالوا بقى نشوف شكل الدولاب بعد ما حطينا العلب. وبعد ما عملنا اللي رفوف اللي هي الاضافية. اللي عشان يعني ما نضيعش المساحة الرف بتاعنا. آآ بعد ما رصيت كمان شايفين العلب اللي حطها من فوق برضو الرف اللي فهو نفس الفكرة. مواسير برضو قديمة عندي يعني والله. آآ مش عاملة مخصوص. والرف اللي تحت رصيت بقى اللبس الشتوي. آآ وعملت الرف اللي هو الاضافي ده كده. بقى فيه بقى فوق فيه لبس وتحت فيه لبس وفوق برضو آآ العلب اللي حطوها دي ممكن تنظمي فيها بقى اي حاجة يعني حاجات كتير جدا. كده هو. واليد بتاعتها دي والله برضو حاجات كلها قديمة عندي يعني. مش شريح حاجة مخصوص. ممكن طبعا بديل ليها مسلا دبارة او خط خين. علشان اكمل معاكم بقى الدولاب كله. آآ هنعمل مع بعض فعل فكرة اخيرة. دي كانت من علبة برضو قديمة عندي علبة كده بشكل ده. آآ هنعمل فكرة حلو قوي ان شاء الله هتعجبكو. وبرضو هنستغل منها او بيها آآ كل المساحة اللي موجودة في الدولاب. انا هبتدي اصبت بس الجناب كده آآ بتدباس عشان بس تبقى كمان آآ تقيلة ومعايا ومتمسكة. وبعدين هبتدي ان انا ازينه بالستيكر. اي استيكر موجودة عندك. انا كده لزقت من جوة. قضي لزقت من برا. وزي ما همتعودين زي ما قلتلكم الورق اللي هو بتاعه مش بنرميه. وهبتدي ان انا اقصه كده وهغلفه برضو من الجناب آآ هغلف من جوة العلبة يعني. بالورق اللي هو في ظهر الستيكر نفسه. بيبقى حلو بيبقى متماسك. هاجي بقى كده من ورا العلبة. من اخر العلبة يعني وهجيب معي خط يكون تخين شوية. آآ ده خطة بتاع الكرشي. هبتدي ان انا ادخل كده. وكمان من قدام هتطلعه بقى من الناحة التانية بقى بسكينة او باي حاجة حدا كده اآ يعني تساعدك. واعمل كمان من الجنب التاني. انا يعني ما نزقتش من فوق علشان كده كده هيكون بالداري جوة الدولاب. احنا هنعمل به منظم اللي هو بيبقى متعلق جوة الرف او ماسك في الرف نفسه. آآ يلا كده بينا نشوف هنعلقه ازاي. انا هاجي كده يعني في الرف اللي انت هتعلقيه فيه هتروح يطلع في الرف اللي فوقيه وتبتدي ان انت ايه? تربطيه بقى يعني انا من ورا كده. من ورا هتبتدي ان انت تجيب الخيط من قدام ومن ورا وهيعمل عقدة كده وربطهم في بعض. بحيص الرف اللي تحته يبقى المنظم بتاعنا متركب عليها بالشكل ده. شايفين? ممكن تدخليه الوراء وتطلعيه القدام. وكده يعني استغلتي المساحة اللي هي بتبقى فاضية من جزء اللي فوق في الدولاب نفسه. ندري تحطي فيه بقى اي حاجة انت عايزيها. حطي فيه لابسه حطي فيه شربات حطي فيه كبات. اي حاجة من الحاجات اللي هي بتبقى بالضيع مننا يعني دايما. ده كده شكل المنظم بتاعنا ودي كده الفكرة الاخرانية يعني وكده استغلينا الدولاب بتاعنا كله. آآ فكرة سهلة وبسيطة وانا شايفها اسهل فكرة يعني في كل اللي احنا عملناها ما كنت اعمليها آآ في كل الارفف بتاعتك بحيص انه تستغلي كل المساحة اللي تكون موجودة عندك. بس طبعا انت تربطي الخيط بقى تحت المفرش وبعد كده هتحطي فوقهم المفرش. انا بس احبيت اشرح لكم. عايزة باوريكوا بقى نظر عامة كده على الدولاب بعد ما زبطناه يعني اتقلب حاله بصراحة خالص. آآ فوق المنظمات اللي انا عملتها طبعا كتعمل معك واحد وعملت بعد كده مع نفسي آآ كزا واحد كل ما جمع علبة لبن كل ما هعمل بها منظم. وفوق طبعا الرف ده آآ والرف التحتية عملنا رف تاني اضافي. اسمنا الرف بتاعنا رفين تلت وتلتين كده. وكمان الفكرة الاخرة اللي احنا عملناها اللي آآ الرف الداخلي الزغنان ده من علبة كارتون صغيرة. دي كده الافكار بتاعتي بتاعتي النهاردة يا رب فيديو يكون